أمك الاقتصادي العالمي والفلسطيني خاصة عام 2018 على مستوى العالم تقدر تقول أنه النصف الأول من هذا العام كان في حالة تفاؤل للاقتصاد وكان في حركة جبي ولكن في النصف الثاني بدأت المخاوف تظهر من جديد خصا بعد سلوك ترامب وقراراته اللي العلاقة اللي أثار فيها حرب تجارية ومن هون بدأ العالم قلق بخصوص سلوك وسياسات ترامب وبدأت الاضطرابات في أسواق المال وأسواق النقد ودليل أنه في آخر شهر خسر داو جونز أكثر من سوق نيويورك للأوراق المالية خسر ما يقال بثلاثة تريليون دولار خسر حوالي عشرين في المئة من قيمته وجر مع باقي الأسواق في العالم وبدأت أسعار النفط تتراجع بشكل كبير وحد بعد ما ارتفعت إلى مستوى سبعين دولار وبدأ سعر الدولار رحلة الصعود أمام العملات الرئيسية لأن الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائد وذلك تقدر تكون حالة الاقتصاد العالمية مضطربة لغير مستقرة لأنه كمان السياسات والسياسي الأوضاع الجيوسياسي في العالم غير مستقرة وأظن إذا مستمر اللي أوضع عليه في 2019 أظن أنه سيبقى في حالة حالة ممثلي إن لم تظهر عليه بوادر وهن وضعف أكثر ولذلك متوقع أن يكون حالة النمو حالة ضعيفة إن وجدت في عام 2016 نعم خلينا نحكي حالة المقاطعة الاقتصادية اللي حصلت في هذا العام وخصوصا بين أكبر الدول الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ما تأثير هذا الموضوع؟ ما مقاطعة هي حرب تجارية؟ حرب تجارية نعم نعم وترامب أعلن يعني بدأه هذا السلوك بدأه بأنه بدي يفرض جمالك رسوم جمهوركية تجاوزت مرات 20 و25% على بعض السلع نعم وتقدر مئات المليارات من الدولار اللي كانت مستوردي بالذات الألة من يوم السيارات واللحوم والصناعات أخرى من أوروبا ومن الصين بالذات ولأنه كان يعتقد بأن العلاقات التجارية مع هذا الدول غير عادلة بالذات مع الصين ولهذا سبب في عجز في الميزان التجاري الأمريكي عالي للغاية لصالح الصين وهو يعتقد بأنه هذا بيهرب الوظائف من أمريكا وهرب الاستثمارات ولذلك كان بدي يحمي الصناع الوطني فاتجه نحو فرض رسوم جمهوركي وهذا مخالف لحتى أبسط معايير العالمي والانفتاح وحريط التجارة بين الدول فهون ردت عليه الصين وردت عليه أهددته أوروبا ودخلوا حتى مع المكسيك والكندا دخلوا بجدل وحوار ومفاوضات جديدة لعادة صياغة العلاقات وأظن نجحوا مع كندا حتى الآن في وضع قواعد جديدة في العلاقات الصين قاربوا على الانتهاء من اتفاقي الشامل حسب ما أولد وأوروبا أظن أن ترامب حضر أكثر في علاقته وحربه مع أوروبا فلذلك هذا الحرب التجاري أضرت بالاقتصاد الأمريكي كما أضرت بالاقتصاد الصيني كما أضرت بالاقتصاد العالم لخلقة مخاوف كبيرة وأنا أعتقد بأنه لدفع ثمنها بشكل أكبر كمان العالم الثالث العالم الثالث خصى المنتجين للنفط يتمدوا على قوة الاقتصاد الصيني وعلى استهلاك الصين للنفط والولايات المتحدة ولذلك لما يضعف الاقتصاد الصيني أو الاقتصاد العالمي الصناعي استهلاك النفط بكل يتراجع السعر هذا السبب من خفض السعر من 70 دولار إلى 40 دولار هذا مقلق لدول منتج النفط بذاته الدول العربية التي غالبا تعتمد في اقتصادها على النفط وكمان مقلق لكثير من الدول التي هي أصلا هشة وذلك أي اختلال في الاقتصاد العالمي يدفع الفقراء عادة والدول الفقيرة الثمانية نعم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات بلاده من الصلب و10% على الإرادات خاصة الألمنيوم يعني ما هو تقييمك لهذا الموضوع وما هي النتائج المترتبة عليه هو نفس السياق وبنسبة له يعتقد بأنه صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية تضررت بشكل كبير ولي بعرف تاريخ الأمريكا بعرف أنه حديد والصلب كصناعة هي في واحد من أعمدة الصناعة زي صناعة سيارات يعني هي واحد من الرموز الاقتصادية الأمريكية وخصصا ولاية كاملة مثل بنسلفانيا هي فلديلفيا هي تمتاز بالصناعة الحديد والصلب وأصلا حتى الحركة العمالية كانت في هذه المدينة وحتى اليوم العيد العمال العالمي اللي بواحد خمسي هو أصلا اللي احنا منعتبره واحد خمسي جاءنا تيجي الحركة العمالية في هذه المنطقة فهذه الصناعة باعتبرها ترامب هي صناعة مولدة للعمل ولها مرتبطة بتاريخ الاقتصاد الأمريكي نعم أيضا هو رجل الأعمال محنك ويفهم الاقتصاد مئة بالمئة يعني هو بعرفش إذا بيفهم الاقتصاد هو محنك نعم يعني رجل الأعمال رجل الأعمال عنده قصة يعني في أكيد حكون يعني محنك شوف عنده قصة نجاح بس اقتصاديا شوف اللي بيدير دولي مش بيدير شركي بيدير دولي بحجم الولايات المتحدة الأمريكية بيعلاقات متشعبة بتقود العالم يعني بيختلف عنه نويل عبدور في شركته ويدقوده وينجحن مش كل رجل الأعمال بنجح بيجراته ويصير رجل دولي صحيح والآن السبب هو يعني بيتعلم خلينا نسميه وذكي وسريعا تجاوز كثير من الأزمات اللي خلقها هو صحيح والآن داخل في أزمة مع الديمقراطيين في الكونغرس مشان الجدار تبعه المكسيك اللي بده خمس مليار دولار مشان يبنيه هذه وقفت الحكومة الفدرالية اتعطل جزئيا وابتالي فيش انفاق أنا مش بتوصي الاتفاق في الموازن ترامب يعني واضح تماما منعرف شو اللي بدوية وأقول لك بصراحة أكتر رئيس أمريكي يلتزم بما قاله في الحملة الانتخابية في شأن الاقتصادي هو قال كل ما قاله بيطبق فيه سواء بإعادة النظر في قانون الصح بذلك أنا قلت لك هو محنق اقتصادي هو وفي لما قاله نعم هو وفي لناخبيه وذلك هذا يعني بخل القطاع واسع من الأمريكان يحترموا شخصيته لأنه قال كل اللي قاله عماله بطبق فيه وذلك أعتقد هذه ربما الميزي اللي مامتاز فيها روسيا أسابقين اللي وعدوا الأمريكان بشغلات كثير ومنفذوها لا هو أعتقد التزم حتى لو جلب ضرار للولايات المتحدة حتى لو هدد مركزها العالمي نعم إلا أنه يعني نجح نجح في تجاوز أزامات كثير يعني أيضا كما قلنا يعني أنه ارتفاع الدولار أصبح واضح من بعد ما ارتفاع الدولار هو بالمناسبة ترامب بدوشي ارتفاع الدولار يعني واحد من أجه الخلاف مع الاحتياط الفدرال الأمريكي اللي هو البنك المركز الأمريكي بسي البنك المركزي مستقل تماما في أمريكا واحد من أجه الخلافات بأنه هو ما بدو يرفع سعر الفائدة ترامب يريد أن يرى سعر فائدة قليلة ودولار ضعيف لأنه هذا بحفز الاقتصاد وذلك ترامب بديه بدك فائدة قليلة مشان الناس تظل تقترض ببرخص تكاليف الأموال وتستثمر وتستهلك ولكن الفدرالي عنده حسابات مختلفة خايفة من التضخ ومشايف أنه النمو في أمريكا الاقتصادي ببرر له وبالتالي البطالة في الولايات المتحدة بالمناسبة تاريخيا لأول مرة وصلت إلى رقم متدني تاريخيا في عهد ترامب يعني أقل من 4% ولذلك هو حقق نجاحات ولكنه لازال يعني غير مستقر من ناحية الذهني والفكري والسلوكي تجاه العالم تجاه السياسة تجاه العالم وبالتالي بيخلق بؤر توتر لا داعي لها ولا مبرر لها في العالم نعم دكتور ناصر يعني أسعار النفط العالمي يعني وصلت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونص تقريبا خلينا نحكي شو أسباب هذا الارتفاع يعني أسباب واضح أنه كان في حالة نموزة وكنت لك في النصف الأول من عام 2018 في الصين بدأت تبدي علامات مشجعة أوروبا خرجت من أزماتها معظمها ونجحت في المفاوض مع أوروبا التفاوض مع أوروبا بيطانيا للخروج المتحدة الأوروبي العالم بدأ يستعيد عافية الاقتصادين أو عنها في نموه في الولايات المتحدي وبدأت الحركة إيجابية يعني فيه تفاؤل حالة تفاؤل وإضافة لذلك الأوبك أخذت قرار مهم بينها تخفض الانتاج والتزموا بتخفض الانتاج من بداية العام وبالتالي لما خفضوا الانتاج هذا بكل بساطة يعني العرض قل عندها رفع السعر بهذا الأوامل كلها مجتمع رفع السعر لكن للأسف البركة في بعض الدول والأسف عربية بأنه لموصل لمستويات 70 دولار 75 دولار وترامب غضب يعني شعر بأنه هذا مش في مصلحة المستهلكين يعني قامت بعض الدول للأسف بقيادة الجهد اللي تزيد الانتاج واللي تخفض السعر تحت ما يسمى بعدة التوازن لسوق النفط فانخفض الاربين 45 دولار يعني هذه خسرت الدول 30 يعني حوالي 40 بالمئة من إيراداتها النفطية وإذا استمر الوضع لما هو عليه هذه الدول ستسجل عجوزات في موازنتها وزيد ضائقة الاقتصادية أكثر مما هو عليه الآن وخصة لبعض الدول النفطية الخليجية بالذات بتعاني من أزمات مرحلة من سنتين ثلاثة وغارقة في حروب لها تكاليف بحضة ذلك أنا أظن هذا مش في مصلحة الدول المنتج والمصادر النفط بدليل أنه قتل أصلاً صحبت من أوبك وذلك أنا أعتقد بأنه في عوامل كتير أدت للإضطراب في سوق النفط لكنه الآن استقر وعاد للأسف عند المستوياته القديمة هذا مفيد إلنا كمستهلكين للنفط بس مش كمنتجين المنتجين لا المنتجين بدهم الضرروا كتير وبالتالي يعني إحنا كفلسطيني بشوز ما نستفجش كتير لأنه في اعتبارات كثيرة بتخلينا ما نستفجش من هذه الخفاضات لأنه نحن مرتبطين بالكيان أكتر صحيح وهنا يكمن سؤال يعني ارتباطنا بالكيان اقتصادياً أيضاً هل إنه إمكانية على مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وإن حصل وأصبح هناك مقاطعة سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على الفلسطينيين مقاطعة؟ طبعاً رسمياً لا يمكن يعني لا يمكن السلطة تعلن أنه مقاطعة رسمياً يعني بكل بساطة السلطة مرتبطة باتفاقت وجودها يعني طالما هذا اتفاق الموجود بظل مبرل لوجودها وبالتالي أظن رسمياً لن يتم المقاطعة هل فيه قرار في المركزي وفي الوطني المجالس السابقة بإعادة صياغة العلاقات لنصبح أكثر ندية أكثر تفكاف ولأنه في شعدالي إحنا مظلومين دائماً اتفاقات وإسرائيل أصلاً أدارت ظهر الاتفاقات وأضاحت فيها وذلك فيه وجهة نظر محقة أن المرحلة انتقالية انتهت من سنة 99 ونحن لازلنا ملتزمين باتفاق باريس مثلاً خلينا نعيد النظر بهذا الاتفاق ونحسنه ونشوف كيف ممكن نصير العلاقة أكثر ندية نأخذ حصتنا لأنه عوائد معظمها بتروح للإسرائيليين هذا وجهة نظر بس هذا مش مقاطعة لكن أنا بقول لك هذا كمان محفوف بالمخاطر يعني أنا من الصعب تشاهد مخاطر لأنه لما بتفتح ملف اقتصادي هو عندك الطرف الآخر هو اللي بيمسك بالمفاتيح وذلك هو بصير يفاوضك بجوز يفاوضك عشر خمسة عشر سنة فبطلع أنه كبير مفاوضين اقتصاديين زي كبير مفاوضين السياسيين بجوز وذلك إسرائيل ممكن تطوحك سنين وسنين وسنين وهي تعدل كلمة هون وتعدل نص هون وبجوز حتى لو وفقت على النصوص النهاية السؤال بصير أنه مين بيملك على الأرض قدرة تعطيل الاتفاق أو تنفيذ جزئي للاتفاق هو الكيام صحيح سؤالة كمان استراتيجيا أنت تفترض إسرائيل فتحت هذا الملف ومطوحتك سنين يعني هل هذا يعني ممكن يكون له ثمن سياسي ما هو كمان إسرائيل مش غبية يعني ممكن تربط جميع أحداث مع بعض ممكن تيجي تقول لك والله أنا برضو يعني ملف هذا التفاوض اسمه وهي الفلسطينيين عادوا للتفاوض خلينا نفتح الملفات كلها مع بعض سياسيا وذلك الخطورة بأنه وكأنك تبدو أنك بدك تكيف مع الاحتلال وبدك تأبد العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال في ظل واقع سياسي وأمني أصلا هو المسبب للأزمة الاقتصادية اللي لازم يتغيرها أولا وذلك هذا الخطورة بأنه كأنه في تساوك غير رسمي أو غير معلن أو غير مقصود ما يسمى السلام الاقتصادي ولهذا السبب هنا الخطورة اللي لازم يكون حذرين في الموضوع يعني لما نفتحه نفتحه بشروطنا وبجدول زمني وبسقف زمني وبحضور دولي مثل فرنسا اللي رعت الاتفاق الأول مشان تشهد على أنه يعني نحن فنين بالناقش ملوش مضامين سياسية ودلالات أيديالات سياسية نعم خلينا نحكي كمان الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي المسخدم في المنازل يعني والمتاجر أيضا نعم شو السبب وراء هذا القرر يعني كانت مصر تدعم للطاقة يعني فيه شيء بسموه دعم الطاقة وبالتالي يعني الدعم يعني بمعنى تشتريه من الأسواق وبالتالي بسعر وتبيعه للمواطنين بسعر أو ما تفرضش ضرائب عليه خلاص كما كان الحال في الأردن بالمناسبة ولذلك كانت تدفع من موازنة الحكومة المصرية ما يقارب 110 مليار جنيه زمان تمول ما يسمى دعم للطاقة اليوم شعرت بأنه يعني بتحضر ضغوط دولية مثل مواسطة بنك الدولي وصندوق النقل دولي إنه بتقدرش تستمر لأنه فيه عجز في الموازنة بتحمل هذا القبل المواطن ولهذا السبب شيء طبيعي لما أي دولة بترفع الدعم بديه أدفع الغاز يعني وبالتالي هي بتخضع لها معايير ما يسمى العرض والطلب وذلك إذا أنت بتدعمه بتشوه السوق برأي صندوق النقل البنك الدولي وبالتالي أسعاره بتكونش عادلة فهي بتبدي ترفع شوية الدعم شوية 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 وبالتالي يعني بتحمل كامل الكل فيه كامل الفاتورة المواطن وهذا السبب الحكوم المصرية يعني ماشي فيه خطة اللي هي أظن منسجمي لحد ما تواعد توجهات المؤسسات الدولية برفع الدعم وتحرير الاقتصاد ومحاولة يعني يعني فرض ضرائب أكبر على الناس وهذا موجود في الأردن الحالي وموجود في مصر وموجود في المغرب يعني هذه حالة الوصف اللي قادت للربيع والانتفاضات والتحركات الجماهرية والأسف لا زالت بعض الدول مستمرة فيها وعلى أعتقاد بأن الناس يعني ممكن يتحملوا اضطهاد اقتصادي أكبر لأنه فيه لا عدالة بيصير السبب حكومة مصرية يعني مش كتير غريبة عن السياق العام للتفكير المؤسسات الدولية هذه وصفة دولية ارفعوا الدعم ارفعوا الدعم تدعموش السلع الأساسي مشان ما تقترضوش أكتر مشان الموازنة تتوازن وذلك هم يداما حرروا التجارة حرروا الأسعار حرروا صرف الجنيه سعر صرف الجنيه لأنه مصر كمان لما عومت الجنيه من 6 دولار 6 جنيه صار 20 صحيح ذلك هذا أدى لتضخم عالي للغاية مع ثبات الأجور هذا كل وصفي للا عدالة للا عدالة للا عدالة وبتعمق الفجوات بين الناس وانا اعتقد هذي مش كثير وصف موفقة اذا بيكتعالج الفجوات التنموية في المجتمعات اعتقد لازم الدولة تكون اكتر يعني عندها اكتر مضمون اجتماعي كرحمي اكتر انصاف بالفقراء والمهمشين واكتر انصاف وهذا اعتقد لب الموضوع في العالم العربي الناس بيس قاتل مشان العدالة مش مشان الثروي والغناء هذا تحدث العدالة لكن نقترب الى العدالة بجزء يجب ان نقترب الى العدالة ان لم تحدث العدالة يعني هي العدالة مش مطلقة واستاذا مش مطلقة بس في نص عدالة في روبيع عدالة احنا عنا صفر عدالة مثلا شركة ابل اليوم هي يعني الشركة العامة في العالم التي تحدث هذا الانجاز ثلاثة تريليون دولار تحقق هذا العام تقريبا او من حيث وناش اتوار يعني هذا الاقتصاد المرتفع ماذا تتحدث عنه؟ والابل شركة عالمية يعني هي هذا بدك هي بحجم اقتصاد اقتصادية الدول كتير بالعالم هيك شركة واحدة نعم ولذلك ابل يعني واضح تماما بانه هي بتشتر بما يسمى صناعة المعرفة الاجت وصناعة وصناعة التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية وظن الاقتصاد كله اليوم في العالم يعني بقدرش ايش بدون منتجات ابل طبعا من ايفون وغيره اه تالا يمكن عايشة اه باعرفش اذا معها سامسونج بيتم تركيبه بالمناسبة في خمس شركات في التكنولوجيا وتصال المعلومات تكنولوجيا معلومات التصال في العالم اللي اربع امريكية واحدة سامسونج ذو الخمس شركات اللي بشتروا بهذا الموضوع حجم القيم السوقية تتابعوهم زي حجم اوروبا وروسيا مجتمعا نعم وبالتالي يعني هذه شركات عملاقة ضخمة وذلك انا اعظن مش مفاجئ انه ابل تربح مش مفاجئ انه كيمتا سوقية تدفع مش مفاجئ انه تسيطر على الرقم في العالم وعلى المعلومة في العالم وعلى الاتصال في العالم وعلى اعظن ميزة الاقتصاد الامريكي اللي الناس لازم تعرفه هي ميزة بتعتمد على الابتكار والتحديث والتجديد يعني وبالتالي دائما اذا بدك اخر مئة عام رغم كرهنا ومعارضتنا الشديدة سياسة الادارة الامريكية وانه احنا مش على وفاق بس لازم نقرروا نعترف كل الابتكارات كل الاختراقات الجدية في الاقتصاد في العالم هي جد من امريكا مش مساهمات لدول اخرى في اخر مئة سنة اللي هي تحمل مضامين عالمية جدية الى علاقة بحياة الناس قد الابتكارات لكن ايضا السين هناك كان لها مشاركات في تجميع مثلا بعض الموبايلات تشتغل زي الهند زي مصر زي دول اللي بتستفيد امريكا والشركات الكبرى في العالم من ما يسمى ميزة العمل الرخيص اجر العمل قليل عندهم برضو عندهم عمالة ماهرة في الصين وفي مصلحة مشتركة الصين تستقبل الايفون بتصنع عندها ولا الشركات الاخرى بتجمع منه بتشغل العمال ومنه بتجمع ضرائب ومنه بتصدر باسمها ومنه بتنتقل التكنولوجيا الها لانه كل دول العالم بتسعى المنافسة مشان تستقطب استثمارات مباشرة بسموها استثمارات مباشرة مفيدة للغاية الصين ناجحت نجاح باهر على هذا الصعيد واذا بدك يعني سجلت ارقام قياسية على مختلف الأصعود لكن في اخر سنتين بدت الاقتصاد الصيني بدأ يتباطع وذلك اثر مخاوف كتير حتى بالعالم لانه يعني حركته حركة مؤثرة في الاقتصاد العالمي اعتقد بانه الصين رغم اجتهادها ورغم تقديرنا لجهدها لكن الصين ما عندهاش شيء اصيل يعني ما فيش شيء اصيل في العالم اللي تقدر تقول ان الصين هذا للصين يعني ما فيش شيء بداع ابتكار تجديد تحديث هم فقط اي بيعاني ما فيه تعمل رخيصة سوك كبير قوة شرائية هائلة ادارة حديدية اما انك تقول والله هذا رمز اقتصادي يتبع للصين اظن يعني اذا بدك تدور بدك تتعب اللي زي على الاقل مش شايف مش شايف مش شايف مش شايف يعني بتعتمد على عوامل قوي نسبيا غير الانتاج المعرفي يعني ما فيش انتاج المعرفي صحيح دكتور ناصر يعني خلينا نحكي بالختام نرجع للاقتصاد الفلسطيني وخلينا نحكي ان الاقتصاد الفلسطيني هذا العام مع نهايته كيف بالمختصر كيف مر علينا هذا العام من ناحية الاقتصاد وهل تتوقع ان العام الجاي يكون الاقتصاد افضل او اسوأ خليني متفائل انا متفائل انا متفائل والضمان الاجتماعي كيف اثر على نظر الناس اذا بدك الشي اللي ميزه 2018 الاقتصاد الفلسطيني ولا شي الا فقط الضمان الشي اخر هي الاقتصاد الراوح بمكانه لا جديد وبالتالي اذا بدك توقعات والتقديرات اللي كانت في 2017 حدثت في 2018 في نمو بسيط في الضفة الغربية في تراجع حاد في الاقتصاد في غزة وهذا شي متوقع في بطالة بتزداد قاعدة في الضفة وغزة الاسف الشديد خصا بين الشباب اللي زيكم والشابات خارجين الجامعات وهذا مؤسف انتو الحمد لله بزيكم انا قلت مش انتو لا اه طبعا ولذلك لما بتحكي عن قوة هائلة بشرية تعلمت وكسبة معرفة وهي اللي بتقدر تغير وتنتج هذا خارج سوق العمل بتنظر بكوارث قادمي لانه هذا خارج سوق العمل ولذلك الانتاجية بدهاش تزيد وبالتالي الاستهلاك بدهاش تزيد وبالتالي قطاع المصرف مش رح يقرض هالجيل هذا بده يتخرج طبعا ولذلك اظن عام 2018 اتميز بازمة الضمان اذا بدي اسميها انا وازمة ادارة الضمان واذا بدك كمان اتميز بانه انه حكومي تعتقد بانه اذا استمرت في تطبيق نفس السياسات بتأدي لها نتائج مختلفة مع العلم انه علم بقول اذا بدك تتوقع نتائج مختلفة لازم تغير سياساتك الحمد لله يعني صامدي ومثابرة في تطبيق السياسات الخاطئة بتتوقع نتائج افضل وانا اظن بل 2019 ستكرر نفس مأساة 2018 اذا لم يكن اسوأ يعني نحو الاسوأ ايه اذا ما تغيرش الحكومة الفلسطينية السياسات الاقتصادية انا اظن يعني حتجد نفسها هي في ازمة ومأزق انه في النهاي بده تعمق بده تعمق الغياب الثقة بينها بالعدم الثقة بينها يعني ايضا بالضمان بالمناسبة لن يطبق لن يطبق بس بالاستقال الاستقال اللي حدثت وتجميد عضوية اخرين اظن بيصير من عدم الرشد والحكمة بانه صر الحكومة معلمة الحكومة مش لازم يكونها دخل مجلس ادارة ضماني صر على انه يطبقه لانه في النهاية تريد ان تتحاور مع شعبك مشان توهيات تكسب فيش دولة ولا حكومة بتنصر على شعبها يعني هذا مش من سجل مش من سجل انجازات الحكومات مش حدا بنصر على شعبه فيه احدا بتحاور مع شعبه وبصله لنتائج مرضية اثنين بتتوافق عليها فامل انه يكون فيه هناك رشد كافي وانا اتوقع ذلك وبالتالي يلجأوا لحوار يجددوا الحوار لست شهور مع تجميد تطبيق القانون مشان يعطوا الناس نفس مشان يعطوا الناس مجاله مساحة للحوار وهذا اللي تمنى وانا اعتقد هذا سيحصل لانه تطبيقه بالظروف الحالية الاقتصادية والاجتماعية بوضع المؤسسي والاجور اللي منلاحظها بين هذا اظن هذا اذا تم تطبيقه والتزموا فيه معناته فعلا 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 بيكون فيه علامة استفهام على قديش انه قدرة صياغة سياسات بصراحة عادلة لانه واضح انه فيه مشكلة على هذا الصعيد بقولت اكيد لا يمل الدكتور المحل الاقتصادي ناصر عبدالكريم اكيد كل عام انت بخير انت بخير الى كل المشاهدين والمشاهدات ونتمنى لكم عام 2019 يكون عام سعيد بكل سعيد رغم كل ما قلته انا بس انا بالنسبة لي حابب اشوف النادولة واقتصادي كويس وحكومة ديمقراطية وانتخاباته ويعني فيه مسائلة وبالتالي يعني يعني زي ما وسائل الإعلام الإسرائيلية قامت قصة لما ابن نتنياهو راح البرازيل انه اللي دفع التذكرة طلعه ودفعها من جيب واحنا بنساء نساء الله انه احنا نصير برضو لدفع من جيباتنا انساء الله اكيد صحيح شكرا لك دكتور دكتور راسعاد الكريم دكتور راسعاد الكريم